انا مسيحي هذا هو موضوع الحلقة ورح ننظر لهذا الموضوع من ثلاثة اوجه اولا النظرة الالهية اتجاهنا الله لما بينظر للمؤمن شو بيشوف ثانيا النظرة التاريخية الكنيسة الاولى كيف اتصرفت كيف اتعاملت وكيف كان وضعها وشو ممكن نتعلم منها والنظرة التالتة هي النظرة في الحياة اليومية الحاضر احنا اللي في هذا العصر في هذا الزمان كيف نستمر حاملين نفس المشعل ونفس الرسالة اول شي نظرة الله لنا بتعرف حبائي لما بتقرأ في رسالة بورس الرسول الى اهل افسوس كنيسة افسوس لصحاح الاول بتشوف هويتك في المسيح وانا راح اسرد ان شو الله يعني بيفكر عنك للانسان المختبر المؤمن بيسوع المسيح وشو صرت انت هويتك في المسيح من خلال عمل الله اول شي احبائي الله باركنا بكل بركة روحية في السمويات فاحنا حصلنا على كل بركات الله من خلال يسوع المسيح شيء تاني الله اختارنا في المسيح يسوع قبل تأسيس العالم لكي نكون قديسين وبلا لوم قدامه صار عندنا الكفاءة انه نوقف امامه امام الرب بدون شكاية على حساب ما فعله يسوع المسيح اذ اخدنا بر المسيح اتبررنا بدم يسوع المسيح شيء تالت مكتوب انه الله عيننا للتبني وهي هي لب العقيدة المسيحية انه كنا غرباء كنا ابعدين عن الله كنا مظلمين الفكر هالكين لكن الله تبنانا من خلال عمل يسوع المسيح مش بس اعطانا الحرية صرنا نصرخ يا ابا القاب يعني صار في علاقة البنوية ويا ابا القاب تعبير كتير كتير حلو في اللغة الاصلية الارمية هي اللغة الاولى يا ابا اللي هي الكلمة دادي او بابا احنا منقول عنها في العربي وهاي علاقة الطفل الحميمية مع البابا مع الاب يعني الطفل بقول بابا لانه بيعرف ان البابا بيهتم فيه مش راح يتركو بيعتنو فيه فعن بقول له بابا فيه شركة فيه علاقة حميمية مع الاب الاب هي برضو علاقة حميمية لكن علاقة ناضجة أنا أدرك بكل الإدراك بروحي أنه الله شو عمل معاي فأنا بحبه لأنه فعلا عمل معاي أمور عجيبة جدا فهذه العلاقة الحميمية ارتبطت اتخطت حدود الطفل صارت علاقة حميمية حقيقية من خلال علاقة حقيقية من خلال ما فعله يسوع المسيح وهي لب العقيد المسيحية أنه أنا كنت بعيد غير شرعي الله تبنان الله حررني وصرت أنا ابن وانت صرت بنت للرب من خلال عمل يسوع المسيح وهذا بيعطيك الشرعية الكاملة كابن وانك صرت وارث لله مع المسيح أو من خلال يسوع المسيح عيننا للتبني ثم مكتوب أنه الله افتدانا يعني اشترانا دفع فينا ثمن اشترانا لنفسه أيضا مكتوب غفر خطيانا الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا فالرب غفر خطيانا الرب خلصنا خلاص كامل وهذا الخلاص طبعا من خلال ما فعله الرب يسوع المسيح خلاصنا لكن ختم هذا الخلاص بالروح القدس هذا الختم بالروح القدس الروح القدس سكن فينا وهذا الختم هو عبارة عن ملكية لما الختم الملكي لما بحط الختم بقول أنا صرت ملك للرب هاي نظرة الله لكل واحد مننا هاي الهوية اللي منعيشها كمؤمنين كمسيحيين كيف الله بينظر إلينا ثم بيكون عنا روح العرفان والشكر والجميل لأنه غمرنا بنعمته فهون فيه دور عمل للنعمة ومش بس غمرنا بنعمته عرفنا بسر مشيئته صرنا ندرك سر الله صرنا ندرك مشيئة الرب لأنه أصبحنا مش عبيد صرنا أولاد للرب ثم أحبائي أحبانا محبة غير مشروطة محبة غير محدودة ومن خلال هذه المحبة حصلنا على الرجاء المبارك وأننا سنقضي الأبدية مع الله هذه الامتيازات أحبائي نظرة الله تجاهنا بيجعلني أعيش لمجد الله وحامل رسالته في كل وقت وفي كل مكان أنا كنت هالك راعة لجهنم الرب أعطاني كل هذه الامتيازات الجميلة اللي أنا اتكلمت عنها موسيقى